مرحبا عليكم طلاب ثانية والعلمي اليوم راح نأخذ لزق الثاني من درس ارتباط الجنات اللي هو درس العبور الجيني مهم كتير بهذا الدرس او الاهداف اللي بنحققها بهذا الدرس انه لازم نعرف متى يحدث العبور الجيني و لو ما نقصد بالعبور الجيني وشو اهمية العبور الجيني هلะ العبور الجيني اول اسيه لازم نعرف كيف او كيف اتوصل مورغان لهذه الظاهرة انه مثلا في عندي ظاهرة ارتباط جينات وفي عندي ظاهرة عبور جيني هلأ بالتجربة الأولى اللي أجراها مورغان لما زاوج أنثى ذبابة فاكهة رمادية الجسم غير نقية طبيعية الجناح غير نقية للصفتين مع طبعاً هاي أنثى مع ذكر أسود الجسم ضامر الجناح حكينا طلعت نسبة الارتباط أو نسبة الأفراد الناتجة 50% إلى 50% 50% طبعاً طبيعية الجناح رمادية الجسم اللي هم هدول الأنثى كانت طبيعية الجناح رمادية الجسم غير نقية للصفتين والذكر كان أسود الجسم ضامر الجناح طلع عنده الأفراد الناتجة طبيعي الجناح رمادي الجسم إلى 50% أسود أو ضامر الجناح سوداء الجسم يعني طلع عنده ذبابات الذبابات هدول كان نصهم جناحهم طبيعي وجسمهم رمادي أو طبيعية الجسم رمادي الجناح ونص الضبابات ضامرة الجناح سوداء الجسم ما فيش عندي أفراد نتجت بصفات مختلفة عن الأبوين نص الأفراد كانت بيشبهوا الأم والنص الثاني بيشبه الأبوين في الصفات ما عندي أفراد جديدة بصفات أو تركيب جينية جديدة وحكى مورغان أن هاي النسبة توارثت طبعا بنسبة 1 إلى 1 تعزي إلى حدوث ارتباط بين الجينات ولم تحدث عملية توزيع حر عنده تكوين الجامتات لاحظ أنا عندي نسبة الارتباط هنا كانت 100% هي نسبة الارتباط نسبة الارتباط كانت 100% لأنه ولا فرد من الأفراد الناتجة ظهرت بتركيب جينية جديدة أو بصفات جديدة هلأ في أحد التجارب مورغان لاحظ أنه في بعض الأليلات أو بعض الجينات قد تنفصل قد تنفصل وتؤدي إلى ظهور أفراد جديدة بتركيب جينية جديدة وبصفات جديدة خلينا نشوف كيف بتصير كيف النتائج اللي توصل لها مورغان وعرف أنه في ظاهرة حدثت اسمها ظاهرة العبور الجيني نفس التزاوجات عمل جي كابتل جي سمول تي كابتل تي سمول أنثى رمادية الجسم طبيعية الجناح غير نقية للصفتين خلينا نكتب رمادية الجسم طبيعية الجناح غير نقية للصفتين أجرى بينهو تزاوج مع ذكر أسود الجسم ضامر الجناح أسود الجسم ضامر الجناح في أحد التجارب اتوقع أنه تطلع معها النتائج زي ما طلعت معها في التجارب الأولى لكن تفاجأ مورغان أنه طلع عنده نسب مختلفة مش متساوية بين الأفراد كانت بنسب كبيرة بالنسبة لصفات الأبوين ونسب قليلة بالنسبة لأفراد الناتجة على سبيل المثال لو فرضنا 50% رمادية الجسم طبيعية الجناح كانت بنسبة 48% ظهرت في الأفراد الناتجة 48% رمادية أو طبيعية الجسم طبيعية الجناح رمادية الجسم وطلعت عنده 2% طبيعية الجناح سوداء الجسم و48% ذبابات سوداء الجسم ضامرة الجناح و2% ذبابات سوداء الجسم طبيعية الجناح لاحظ ظهر عندي اختلفة النسب بطلت 50 إلى 50 صارت عندي 48% طبيعية الجناح رمادية الجسم بطلت 50% وسوداء الجسم ضامرة الجناح صارت 48% سوداء الجسم ضامرة الجناح نسبة قليلة من الأعداء أو أفراد بأعداد قليلة ونسب قليلة ظهرت بتراكيب جينية جديدة يعني ما كانش في الأبوين طبيعي الجناح أسود الجسم الأبوين طبيعي الجناح رماد الجسم أو ضامر الجناح أسود الجسم في حين في الأفراد الناتجة طارت عندي أفراد بتراكيب جينية وصفات جديدة فهذا الكلام توصل من خلاله مورغان أنه حدث انفصال ما بين الأليلات أو ما بين الجينات أدى إلى حدوث ظاهرة اسمها ظاهرة العبور الجيني التي أدت إلى أنه ينتج عندي تراكيب جينية وأفراد بأعداد قليلة لاحظ النسبة ما كانت 1 إلى 1 إلى 1 إلى 1 زي ما طلعت مع مورغان مع مندل مندل كانت النسب متساوية 25% إلى 25% إلى 25% إلى 25% إلى 25% هذه ناتجة عن عملية التوزيع الحر لكن هنا كانت عندي نسب بأعداد قليلة وكانت الأفراد الناتجة نسبها غير متساوية فقط ظهرت عندي أفراد بأعداد قليلة جدا مقارنة بالأفراد الأخرى هذه بتكون ناتجة عن ظاهرة العبور الجيني قليلا نرجع للملخص أو دوسيلة بين إيديكم طبعا أول هدف متى أو ما المقصود بالعبور الجيني أنا عندي في الدوسية أعرف العبور الجيني العبور الجيني هو حدوث أو عملية حدوث انفصال بين الليلات الجينات المرتبطة في أثناء تكوين الجاميتات إذن تحدث في أثناء تكوين الجاميتات إذن تحدث عملية العبور الجيني متى تحدث أو متى يحدث العبور الجيني في أثناء تكوين الجاميتات وهي عملية التعريف هي عملية تبادل أجزاء من المادة الوراثية بين الكروماتيدات غير الشقيقة بين الكروماتيدات غير الشقيقة لاحظ غير الشقيقة والكروماتيدات في زوج الكروموسومات المتماثلة في أثناء الطور التمهيدي الأول من الانقسام المنصف فهذا التعريف خلينا نشرحه عشان نفهم شو المقصود بالكروماتيدات غير الشقيقة والكروموسومات المتماثلة وشو معنى تبادل أجزاء من المادة الوراثية تمام هلا لو أنا إجيت إذا بتتذكروا إذا بتتذكروا يا توجيهي لما إحنا كنا نحكي أنه أي خلية قبل حدوث الانقسام يحدث تضاعف للكروموسومات فلو كان أنا عندي زوج الكروموسومات رقم واحد هذا الزوج الكروموسومات رقم واحد رقم دين رقم ثلاث ما ينطبق على هذا الزوج ينطبق على باقي أزواج الكروموسومات هذا زوج كروموسومي لو فرضنا أنه الرقم واحد أو رقم أربع رقم ستة زيها بتكون خلينا نحكي لقم ستة هدول زوج كروموسومات غير نحكي عنهم كروموسومات غير متماثلة سوري غير شقيقة هدولا كروموسومات غير شقيقة بنسميهم كروموسومات متماثلة يعني هذا وهذا كروموسومان متماثلان ليش متماثلان مش شقيقان متماثلان لأنه إذا كان عندي الليل اللي موجود هون سائد مثلا جي كابيتل تمام الليل اللي إباله على كروموسوم الزوج الآخر قد يكون جي سمول إذن إحنا هون ما بنحكي عنهم شقيقان بنحكي عنهم متماسلان ليش متماثلان لأنه نفس المحتوى الوراثي يعني هذا الأليل وهذا الأليل لنفس الصفة تمام لو فرضنا أنه في عندي كمان أليل أو كمان صفة على هذا الكروموسوم لو حكينا عندي تي كابيتل يقابلها تي سمول هدول زوج كروموسومات زوج كروموسومات أو زوج من الكروموسومات المتماثلة متماثلان حكينا قبل أي انقسام قبل أي انقسام أزواج الكروموسومات هاي تتضاعف تتضاعف هذا الكروموسوم بالضاعف وهذا الكروموسوم بالضاعف بالضاعف الكروموسومات تمام؟ هذا لما الضاعف أعطاني كروماتيد أصبح هذا وهاد الأزرق والأحمر كروماتيدان كروماتيدان شقيقان هدول شقيقان ليه الشقيقان لأنه نفس المحتوى الوراثي يعني هذا الأزرق لما الضعف أعطاني واحد ثاني اللي هو الضعفه يحتوي أو يحمل نفس المحتوى الوراثي عشان هيك بنحكي عنهم كروماتيدان كروماتيدان شقيقان ولكروموسوم الثاني برضه أصبح عبارة عن كروماتيدان شقيقان لحاله كروموسوم مع الجزء المتضاعف منه أو مع الضعف تاعه بنسميهم كروماتيدان شقيقان ليه الشقيقان لأنهم لهم نفس المحتوى الوراثي يعني هون عندي جي كابيتل وهون عندي تي كابيتل كروماتيدان شقيقان إذن متى يحدث العبور في أثناء الانقسام المنصف الأول وحنا بنعرف أنه قبل الانقسام زي ما حكينا تتضاعف الكروموسومات وتصبح عبارة عن أزواج من الكروماتيدات الشقيقة عنده تصالب ها هاي تبادل 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 بتبادلوا بتبادلوا الجينات أو بتبادلوا المادة الوراثية يعني التي بتصير هون والتي سمول بتصير هون يعني هدول الكروموسومين هاي الكروموسوم هادا أصبح عندي عبارة عن جي تي وعندي جي سمول تمام تي كابيتل من وين اجت التي كابيتل تبادلوا المحتوى الوراثي هاي اجت على الكروماتيد الغير شقيق إلها كروماتيدان غير شقيقان يتبادلان أو تبادل جزء من المادة الوراثية بينهم تمام هلا الكروموسوم الثاني صار عندي هايو كروماتيد والكروماتيد الثاني جي كابيتل تي كابيتل بس هون صارت عندي تي سمول ليش تبادلوا هدول مع بعض تي سمول خلينا نعملها باللون الأحمر لاحظ زي ما هو بحكي لي هون بالتعريف إذن هي عملية تبادل أجزاء من المادة الوراثية هاي هون تبادلوا أجزاء من المادة الوراثية بين الكروماتيدات الغير شقيقة أنا عندي كروماتيدان هذا وهذا كروماتيدان غير شقيقان تبادلوا المادة الوراثية في زوج الكروموسومات المتماثلة هدول الكروموسومان متماثلان يتضاعفوا صاروا عبارة عن أربع كروماتيدات غير شقيقة هدول الكروماتيدات كل كروماتيدان غير شقيقان بتبادلوا المادة الوراثية بينهم وهيك حدثت عمليات العبور الجيني هلأ كيف يؤثر العبور الجيني في توارث الصفات أو ما أهمية العبور الجيني يؤدي العبور الجيني إلى انفصال الأليلات أو انفصال الأليلات بعض الجينات المرتبطة فتنتج تراكيب جينية جديدة إذن يؤدي العبور الجيني إلى حدوث أو إلى أنه تنتج تراكيب جينية جديدة يعني تنوع في الصفات تختلف عن تلك الموجودة عن أي من الأبوين طبعا إحنا لولا العبور الجيني كان صفاتنا في اختلاف بينه وبين أبوين فالعبور الجيني مهم جدا في حدود تركيب جينية جديدة وزي ما حكينا ظاهرة ارتباط الجينات لا تحدث إلا في الكائنات اللي عدد الكروموسوماتها قليلة وتحتوي على عدد جينات كبير بتوزع على هاي الكروموسومات القليلة في عندي صفحة بالكتاب اللي هي صفحة رقم 26 في عندي هذا الرسم توضيح للي أنا شرحته قبل شوي طبعا هو حاطط الكروموسومات بشكل عرضي أنا بدي أعملها بشكل طول هاي تمام هلأ يا توجيهي أنا عندي بدي أفترض أنه عندي كروموسومين تمام اللي هو الأزرق والأحمر هذا أزرق وهذا أحمر هدول كروموسومين متماثلين أوكي كروموسومين متماثلين لاحظ هذا الكروموسوم عليتي كابتل وهاتي سمول هذا جي كابتل وهذا جي سمول هلأ الضاعف كل كروموسوم هاي صار عندي عبارة عن تو كروماتيدز أو كروماتيدان شقيقان والأحمر صار عندي تو كروماتيدز أو سستر كروماتيدز سوري كروماتيدان شقيقان تمام كروماتيدان شقيقان هلأ هدول شقيقان الحمر الزرق شقيقان لكن الأحمر والأزرق كروماتيدان غير شقيقان لأنه المادة الوراثية اللي عليهم مختلف هلأ اللي بصير في العبور انه بيتصالبوا هدول الكروماتيدان غير شقيقان تمام وبتبادلوا المحتوى الوراثي او الجينات هاي تصالبوا وتبادلوا هلأ لاحظ انا عندي في عمليتي العبور الجيني بنتج عندي اربع جاميتات واحد تنين تلات اربع جاميتين نتجوا عن العبور هايو الازرق هات بدل ما يكون عندي لاحظ الازرق هات هايو فيه قطعة جديدة انضافت له من الاحمر اذا هذا جاميت ناتج عن العبور تمام وجاميت اخر اللي هو الاحمر انضافت له قطعة من الازرق تمام وهذا جاميت ناتج عن العبور الجاميتات التنين ناتجين عن عدم العبور او عن الارتباط يعني انا بنتج عندي في حالة ارتباط الجينات وحدوث العبور الجيني اربع جاميتات اتنين ناتجين عن العبور واثنين مناتجين عن الارتباط اللي هم الأصليين هايو الأحمر هاد اللي ما حصل عليه تغير هايو والأزرق هاد اللي ما حصل عليه تغير هايو تمام؟ إذن في عندي جاميتين ناتجين عن العبور هايو واحد هايو وهايو واحد هايو تمام؟ واثنين ناتجين عن الارتباط هاد هايو والأحمر هايو هون إذن بينتج عن السؤال اللي دائما فيه ارتباط وحدوث العبور الجيني لازم يكون عندي أربع جاميتات هلأ هون في عندي سؤال صفحة 27 يمثل الشكلان ألف وبا هاي في عندي الشكل ألف وهي عندي الشكل با حالتين لجينات مرتبطة عندي حالتين الحال الأولى والحالة الثانية اكتب الطرز الجينية للجاميتات الناتجة في الشكل ألف الشكل ألف في حال عدم حدوث العبور الجيني ما حدث عبور جيني أنا عندي الكروموس هدول توئن يعني كأنهم هيك تمام بس هو عاملهم بالعرض يعني الأي والبي والأي أسفة أأأأ كابتل اسمول زوج الأليلات وبي كابتل بي سمول زوج الأليلات كابتل يقابلها على الكروموسوم التاني اسمول بي كابتل بي سمول هلأ لما يصير عندي جاميتات في حال حدوث الارتباط قال لك عدم عبور جيني ما في عبور جيني معناته خلص انقسام عادي 1N هاي الأي بي تسلك كوحدة واحدة الجينات على الكروموسوم والكروموسوم التاني انفصل والأليلات أو الجينات مرتبطة على نفس الكروموسوم يعني 2N انقسموا 1N 1N وضلت الجينات ورثت كوحدة واحدة اثناء تكوين الجاميتات هلأ والطرز الجينية طالب المطلوب التاني بده الطرز الجينية للجاميتات الناتجة في الشكل اللي في حال حدوث العبور الجيني حدوث عبور جيني زي ما تعلمنا انه لازم يطلع عندي 4 جاميتات 2 بدون عبور 2 بالارتباط 2 بالعبور 2 بدون عبور او اتنين بالعبور و اتنين بالارتباط ناخد اول اشي اتنين بالارتباط انا عندي هاي الجامعة هاي الزوج الكروموسومي يتقابل الـ A يقابلها A small والـ B capital B small اول اشي زي ما حكينا عندي اربع جامتات الجامتين الاولين هاي هم طبيعيين هاي هم ما حدث فيهم عبور هاي الـ A B 1 N والـ A B 1 N بطلع عندي كمان جامتين ناتجين عن العبور انو الـ B بتيجي محل الـ B اذا A capital B small و الـ B capital بتيجي محل الـ B small A small B capital لاحظ عندي في حال حدوث العبور الجيني اربع جامتات عدم حدوث العبور الجيني جامتين عشان هيك يا توجيهي بنتج عندي في حال الارتباط الافراد الناتجي واحد الى واحد او خمسين بالمية الى خمسين بالمية يعني نسبة الارتباط هون مية بالمية في حين اذا كان عندي عبور جيني نسبة الارتباط تكون كالتالي المية ناقص العبور نسبة الارتباط تساوي مية ناقص العبور لانو الارتباط اصبح لا يساوي مية بالمية تمام لو رجعنا للمثال تبع مورغان لما طلعت معه مثلا 48% طبيعية الجناح 2% 48% الى 2% وقلت لكم انه ظهر عنده افراد بعادات قليلة تحمل صفات جديدة لم تكن موجودة عند الابوين يعني رجع افترض قال انه هاده دولة الاليلات او هاي الجاميتاء الجينات حدث بينهم او كانت في بينهم مسافة قليلة سمحت بعملية العبور الجيني نرجع نكتب الجاميتاء الترز الجينية للابوين على الكروموسومات يعني ما بدي اخليهم هيك انا بدي اكتبهم على الكروموسومات ايا جي كابتل جي سمول تي كابتل تي سمول تمام والاب كان جي سمول جي سمول تي سمول تي سمول افترض انه حدث عندي عبور جيني هلا نيجي للجاميتات للام جاميتات الام رح يكون عندي اتنين رح يكونوا اربع على فرض حدوث العبور الجيني إذن رح ينتج عندي عندي الأم أربع جاميتات اتنين عادي هاي كوحدة واحدة جي تي و جي تي وي اتنين ناتجين عن العبور الجيني التي محل التي والتي محل التي تبادل الجينات وهاي ضلت زي ما هي واللي فوق ضلت زي ما هي إذن أربع جاميتات اتنين ناتجين عن العبور هدول جاميتات ناتجة عن العبور اللي هو تبادل المحتوى الوراثي أو تبادل الجينات واتنين ناتجين عن الارتباط هلأ لما يكون الأبوين الفرد الثاني اللي هو الذكر نقي للصفتين نقي هنا لو حدث عبور ما رح يبين أو ما رح يطلع لطروجيني جديدة إذن هنا بنوخد جامية واحد هايو جي تي طلع كل الجاميتات كلهم بطلعوا جي تي جي تي إذن بنوخد واحد خلينا نعمل تلقيح هلأ الون ان هاي مع الون ان هاي رح ينتج عندي فرد جديد هايو جي كابتل تي سمول هايو و جي سمول تي سمول فاصلة الفرد الثاني هاي مع هاي جي سمول جي سمول تي كابتل تي سمول فاصلة الجاميت التاني ون ان مع ون ان اللي هو رح يطلع عندي جي كابتل تي كابتل جي سمول تي سمول الفرد الرابع والأخير ون ان مع ون ان رح يكون عندي جي سمول تي سمول جي سمول تي سمول وفي عندي رمادي طبيعي هايو الرمادي الطبيعي لاحظ الاسود الضامر اسود ضامر هاي تمام هدول الصفتين موجودين في الابوين تمام في حين لو نيجي ل الجامية هاي الفرد او الذبابة هاي او الفرد هاي اسود طبيعي تي كابتل تي سمول لاحظ فيه سيادة تامة اسود طبيعي اسود طبيعي هايو هذا فرد ناتج عن العبور الجيني تمام وعندي رمادي ضامر رمادي حالة سيادة تامة هون ضامر هايو برضو فرد جديد ناتج عن العبور الجيني لاحظ في العبور الجيني اذا حدث ارتباط وعبور ينتج عندي هاي الأفراد ما بتكون بنسبة 25 إلى 25 زي ما طلعت مع من دل هاي النسبة واحد إلى واحد إلى واحد في حالة حدوث التوزيع الحر يعني الجينات كان بينهم مسافة كافية إنهم توزعوا توزيعا حرا لكن هون كانت في مسافة قليلة سمحت بحدوث عبور ماشي بمسافات قليلة أدت إلى ظهور أفراد بأعداد قليلة جدا عندها في الأفراد الناتجة هلأ كيف بدي أميز أنا إذا كان السؤال سؤال ارتباط من خلال الأفراد الناتجة إذا كانت الأفراد الناتجة فيها أعداد قليلة جدا بالنسبة لأ الأخرى اللي هي الصفات اللي بتكون موجودة في الأبوين بعرف إنه هذا سؤال ارتباط جينات وعلى الأغلب وحدوث عبور طبعا وعلى الأغلب أسئلة الارتباط وحدوث العبور بيحكي لك في السؤال في نص السؤال إذا علمت أن الجينات مرتبطة طيب لو رجعنا للكتاب صفحة 25 هايو اللي أنا حكيته بالظبط لما عمل مورغان تزاوج بين أنثى رمادية الجسم طبيعية الأجنحة وذكر أسود الجسم ضامر الأجنحة دارت عنده الأفراد الناتجة بطلت 1 إلى 1 أو 50 إلى 50 دار عنده أفراد بنسب مختلفة لاحظ عندي هون العدد كان 185 سوداء الجسم طبيعية الأجنحة 206 رمادية الجسم ضامرة الأجنحة 944 سوداء الجسم ضامرة الأجنحة 965 رمادية الجسم طبيعية الأجنحة لاحظ الأفراد اللي بالأعداد كبيرة كانت هذول أفراد ناتجة عن الارتباط لكن أصبحت نسبة الارتباط مش 100% قلت نسبة الارتباط وذلك لوجود مسافة قليلة أو صغيرة أدت إلى تبادل المحتوى الوراثي وظهور أفراد بأعداد قليلة وتحمل صفات وتراكيب جينية جديدة لم تكن موجودة عند الأبوين هاي ناتجة عن عملية حدوث ارتباط الجينات وحدوث العبور الجيني طبعا زي ما شرحنا العبور الجيني أنا عندي الكروموسومات هاي زوج الكروموسومات المتقابلين الكروموسومين متماثلين صار عندي أربع كروماتيدات كروماتيدان شقيقان كروماتيدان شقيقان تبادلت القطع الجيني ما بين الكروماتيدات الغير شقيقة ظهر عندي جاميتات لكن هاي الجاميتات كلها نفس الطراز واخدوا منها طراز واحد هذا عند الأب تمام؟ في حين الأنثى لأنه كان في عندي الطرز الجينية للأنثى غير متماثلة الأليلات إذن لما يكون عندي غير متماثلة الأليلات لازم يكون في عندي أو يؤثر فيها العبور الجينية وانتج عنها أربع جاميتات اثنين عند الأم أربع جاميتات جاميتين ناتجين عن العبور هي واحد وهي واحد وجاميتين ناتجين عن الارتباط أو لم يحدث فيه عبور هاي واحد هاي واحد أربع جامتات نتج عند الأنثى نتيجة حدوث العبور الجيني في حين الذكر لو نتج عندي عبور جيني فإنه في عندي تماثل في الأليلات تي سمول تي سمول جي سمول جي سمول نتج عندي طرز جينية لها نفس طلع عندي الأربع جامتات لهم نفس الطراز عشان هيك بنحكي يا شباب السؤال اللي فيه ارتباط وحدوث عبور جيني دائما الصفة السائدة تكون فيه غير نقية يعني لو حكالي ما الطراز الجيني لأنثى إذا كان فيه عبور إذا فكان فيه عبور أنت رماديت الجسم طبعية الأجنحة لازم تكون غير نقية لأنه فيه عندي عبور لاحظوا العبور إذا كانت الأليلات متماثلة لا ينتج عندي جامتات جديدة في حين لما يكون عندي الأليلات غير متماثلة تي سمول تي كابتل تي سمول جي كابتل جي سمول بنتج عندي جامتات جديدة ناتجة عن عملية العبور هاي نسب الأفراد الناتجة هلأ كيف فيه عندي لو أنا على الصفحة اللي بعدها صفحة 26 صفحة 26 هذا الحكي إحنا حكينا حاطت أسئلة على هذا السؤال الدياغرام أو هذا الشكل كم طرازاً جينياً للجامتات التي ينتجها فرق طراز الجيني G capital G small T capital T small في حال كانت الجينات مرتبطة ولم يحدث عبور جيني مرتبطة ولم يحدث عبور جيني تنين لكن لو حكا لي حدث عبور جيني المفروض أربعة زي ما حكينا سابقاً ما التركيب الجينية الجديدة الناتجة من عملية العبور الجيني التركيب الجينية الجديدة التي تنتج من عملية العبور الجينية هذول هذول جامتات جديدة ينتج منها تركيب جينية جديدة ونتجت عن العبور الجيني لأنه في عندي انتقال ما بين الليلات بين الكروماتيدات الغير شقيقة يمكن لاحظ هذا الحكي مهم والحصة الجايرة رح نحل يمكن حساب نسبة حدوث التركيب الجينية الجديدة معنى نسبة حدوث تركيب جينية جديدة يعني نسبة العبور يعني لو حكالي احسب نسبة العبور او احسب نسبة الانفصال العبور او الانفصال كمان لانه انفصلوا الجينات كان في مسافة بينهم سمحت بالانفصال او سمحت بالعبور احسب نسبة العبور احسب نسبة الانفصال او احسب نسبة حدوث تراكيب جينية جديدة كلهم هدولة التلاتة لهم نفس المعنى ويمكن اننا نحسبهم باستخدام العلاقة التالية اللي هي عدد الأفراد ذوي التراكيب الجينية الجديدة على العدد الكلي للأفراد ضرب مية بالمية أنا بطلع نسبة العبور يعني في المثال في تجربة مورغان هاي اللي هون أنا عندي لو حكالي في هذا السؤال احسب نسبة ظهور تراكيب جينية جديدة يعني قصده نسبة العبور اللي هي عدد الأفراد الناتجة عن العبور زي ما حكالي عدد الأفراد ذوي التراكيب الجينية جديدة اللي هم مين اللي نتجوا عن العبور هدول الناتجة عن العبور هلأ مين هم الأفراد ذوي التراكيب الجينية الجديدة هاي هم اللي أعدادهم أقل شيء هون عندي تسعمية هون عندي تسعمية إذن هدول ناتجة عن تراكيب جينية جديدة إذن المية وخمسة وثمانين زائد الميتان وستة على المجموع الكلي على مجموعهم كلهم ميتان مية وخمسة وثمانين زائد 206 زائد 944 زائد 2965 زي ما هو عامل في كتابك هاي عدد الأفراد ذوي التراكيب الجينية جديدة اللي هما 185 زائد 206 على عدد الأفراد الكلي العدد الكلي طلع 2300 اللي هو مجموعهم كلهم العدد كله ضرب 100% بتطلع نسبة حدود تراكيب الجينية جديدة 17% أو نسبة العبور أو نسبة الارتباط نسبة الانفصال تساوي 17% لو طلب مني على نفس السؤال ما نسبة الارتباط وأنا بعرف أن الارتباط لما يكون في عبور يكون 100% لكن في حال حدوث العبور بقل الارتباط بطل نسبة 100% بيصير 100% ناقص العبور إذن الارتباط نسبة الارتباط تساوي 100% ناقص العبور ويساوي 100% ناقص 17% تمام؟ وهذا الحكي يؤدي إلى الإجابة بتكون 6 100% نقص 17 ملي بطلع الجواب 83% إذن نسبة الارتباط 83% نسبة العبور 17% نسبة الارتباط 83% كمان مرة نسبة العبور 17% إذن نسبة الارتباط تساوي 100% ناقص العبور لو كانت عندي نسبة الارتباط ما فيش عبور نسبة الارتباط ما هي ناقص صفر لأنه ما في عبور وبهك طلاب الأعزاء بنكون ألهينا العبور الجيني وارتباط الجينات الحصة الجاية موعدنا مع حل الأسئلة على درس العبور الجيني والارتباط دمتم بيود معلمتكم ماريان برو